السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله خوطي اخواتي غد نتقاس معكم هذه الخبزات هادو بالدقيقة دي الشعير والفارينة بدون دقيق أبيض صحيين كي يجيوا من آل الدو أروع ما يكون ناجحين 100% بالنسبة للمبتدئات اللي ما كيستقش لي من الخبز دي الشعير ان شاء الله هالطريقة هادي غد يتصدق لكم وتعتامدوها المهم خوطي اخواتي ما نطولش برجة ممتعة بسم الله على بركة الله هادي نحتاج زلافة دي الدقيقة دي الشعير وغادي نضيف عليهم زلافة دي الدقيقة دي الفارينة هادي زلافة تانية دي الفارينة هادي نضيف وحد الملعقة كبيرة دي الخميرة المعجونة هادي نضيف الملح هادي نضيف وحد الملعقة صغيرة دي اللي يكون نوعية جيدة غير باش يعطينا اللون كما كان عارفوه دقيقة الخبز دي الشعير يعني ما كي يحمارش اوضفت وحد الملعقة كبيرة دي زيد الزيتون اللي كتخلي هاد الخبز هادي يجير طب صافي خويت علي وحد شوية دي المخليطة غير واحد دقيقة هاكا باش تدوب لي ديك ديك الخميرة المعجونة معك تكون في تلاجة صافي وكن بدأ نعجن كان عجنو بالماء دافي بالنسبة لما كنضيفوه تدريجيا حتى كنتجمع لنا العجينة راح ما كيحتاش معانا واحد المجهود ما كنتجمعوه موالو هادي نضيفوه حد شوية دي اللي ما صافي وحد ديك خفيفة باش مايبقوش عدنا تكتولة دي لتقيق والخبز دي الشعير كيبغي العجينة تكون شوية حفيفة متكونش قاسحة كمقرر شوية دي الماء هاكا وكندلك فيه بهات شكل هادا صافي غندير شوية دي الماء طرقة دي الورسة للعجينة دي الخبز دي الشعير ماشي بحل القامحو ولا الفورس خسنا ضروري ندلكوه شي شوية صافي دي بغادي نقطع لي وغادي نخليه يخمر مزيان ضروري يخمر مزيان حتى يضاعف الحجم يقول لي بهات شكل هادا كما كتشوفوا معايا شوفوا العجينة كيف شوليه صافي هنيا عندي البلبولة دي الشعير رقيقة وعندي هنيا شوية دي النخالة وحتلس الخبزة سبايت نقرسهم بالنخالة حيس عندي البلبولة دي الشعير اللي غنقرس بها شوية قليلة صافي وعندي شوية دي الماء عادي شوفوا العجينة كيفاش خمراس مزيان تبارك الله القوام دي اللا كيف ما كتشوفوا معايا راه خفيف شي شوية ولكل ما تخفوها شبزك مويم هاد القوام اللي كتشوفوا معايا في الفيديو هاد شكل هادا صافي وكندير ايدي بشوية دي الماء نقطع واحد شوية دي العجينة مويم انا غنديرهم صغير ورين هاد متوسطين مشي صغير قاعدة هاد الخبزة هنديرهم متوسطين انتو ما ديروا الحجم اللي بغيتو بغيتو هاد الكمية دي العجينة تخرجوا منها غير ثلاثة الخبزة يكونوا كبار ولكن النصيحة من الاحسن ديرهم صغاري كيجي وزويني وكتتحكموا فيهم لان العجينة كما قديكم كتكون شوية خفيفة صافي وكندير ندف البلبولة البلبولة تكون رقيقة ما تقرسو مش بالبلبولة غليدة او تشيشة كما كيسمي وبعض الناس نحنا كنقولوا تشيشة مرة نقولوا تشيشة مرة نقولوا البلبولة صافي ايكا وكنحطها على الجنب هنا البلس كين مشتوا معي كنتدرسهم هنا في اللاطة من اللي فنتهم كاملين كنتدرسهم في اللاطة في رشلي مورقة الطهي ولكن من اللي بديس كنقرس فيهم جوني شوية غلاد واللاطة بحلا بحلا صغيرة شي شوية وحولتهم من بعد عود حولتهم وقرستهم في السربيتة عادية انا غدي نوريكم كتبغيتن طيبهم متاشرة في اللاطة ولكن بعد حولتهم هناك كما كتشوفوا معايا لانا ما لقيتش يعني ما لقيتش تيسع كيفاش نقرسهم باش ميجيونيش تاني غلاد بزاف غير هو الخبز دي الشعير راح ما كيبغيش اننا نقرسوه بزاف كتر من القياس ولكن تاني ما تخليوش تاني غلاد تاني تيجيكم غلاد بزاف المهم سافيه وغطيتهم وخليتهم يخمروا انا كمشتوا معايا راح ضروري نخليوهم يخمروا باش يجيوا نزوينين شوفوا تبرك الله راح خمروا هاد الخبيز زيت هادو سافيه في نفس الوقت الفران راح سخون كندخلهم يطيبوه عادي جدا الخبز راح كيبغي شوية النار تكون مجهدة سافيه من اللي كنترحهم في الفران كيبان ولي راح تحمروا من اللي تحت سافيه كنهبطهم العافية كتولي على الوجه ديالهم حتى كيتحمروا وكن خرجوهم مباشرة كنديروهم في وحات السربيتة باش كترجع عليهم ديك سخونية وكيرطابوا كيزيد ويرطابوا هاد الخبز ديه اي خبز دروري الخبز دائما ما اللي نخرجوه من الفران نغطيوه بشي سربيتة سافيه وكنقدموه معاك ويزي الآتاء اي زويتاء ولا الزبدة بلدية ولا اللي اللي بغيتو معا تكشي اللي كتفضله وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ما يعجبكم وكنقول لكم مع فيديو جديد